ما هي الريحة الكريهة معناها ايه؟ صلعنا ريحة الكريهة من الفم ممكن يكون عنده جيوب ام فيه ريحة كريهة من الفم ممكن يكون عنده جيوب في الاسنان عنده خراريك في السنان عايزة تصلى عنده ريحة كريهة في الفم ممكن تكون جاية عنده لوز ريحة كريهة في الفم ممكن يكون مشكلة بخر من المعدة ومش بيهضم كويس فيه ناس بتاكل الاكل ويقعد ساعتين تلاتة عشرة يكل بالليل واصبح الصبحية الاكل زي ما هو مفيش هضم والامتصاص. في ناس عندها مشكلة في الهضم والامتصاص. ولا تتحسن مشكلة الهضم والامتصاص الا بالحركة. وكمية الطعام المناسبة للشخص. وبعدين دايما كمية الاكل تتناسب معي. انا بشتغل ايه? انا راجل طبيب او مدرس او بتاع كمبيوتر. باكل ربع الكمية بتاعة الصناعي. انا بحدد نفسي انا عايز سندوتش صغير شوية جرجير. شوية حاجة بسيطة وحاجة دافية. بس. لكن انا هجيب طبع وطبع مكارونا. وطبع محشي. وفي ناس لما تسيبها تاكل. يعني شفت ناس بتاكل. فتحت التلاجة. طلعت السمك والبيض والفراخ واللحمة واللنشن والتونة. اقسم بالله وعملته مضبقة كلها. مع انه لا يجوز انك تاكل في الوجبة الواحدة. الا نوع واحد من البروتين. لحمة بس. فراخ بس. سمك بس. احنا دلوقتي عندنا انزيمات معينة. عندنا خلايا حساسها موجودة في الامعاء. هذه الخلايا بتفرز على قد الاكل اللي داخل. انت لخبطني. انت عمل من كتر رم رمنا مش عارف انت بتاكل ايه. ما هو دي دي مصيبتنا لو روحنا بفرح. كان زمان اوبن بوفيه. وكل واحد يروح جيب عشر تطباق. ياكل من كل طبق الله ده ويسيبه ويمش. دلوقتي طبعا الافراح بقت غالية جدا. فبقوا يعملوا الكل واحد كده. حتة بتي صغيرة. او حتة كروة سوق. بس فيه الناس بقى طماعة مش هيعجبها الكروة سوق وحكس ان اقولش. هيعملوا ايه? هياخدوا طبقين تلاتة على بعض. زي ما نيجي مسلا نعمل اكل عندنا فبندي الكل واحد حتة لحمة. وشوية كزا وكز. فيه ناس عينيها ما يملهاش للتراب. تروح مادة اديها واخد حتتين تلاتة. دينجر. خطر. تاكل حتتين لحمة تروح الداهية. هي حتة واحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا مهندس عبدالعزيز رمضان. ندير قناة محبي دكتور جودة محمد عوات. هاخدكم في جولة سريعة هكلمكم فيها عن احد المشاريع اللي شاركت في تنفيزها. وكان من اهم المشاريع واشهرها في الشرق الاوسط والعالم الاسلامي. وكمان في المفاجأة هلكم عليها في نهاية الموضوع. انا مهندس مدني وفي عام الفين وستة سفرت سعرية. هناك شاركت في تنفيز مشروع الساعة. مشروع كان عبارة عن بورج الساعة وحول المجموعة من الابراك. وانا شاركت في تنفيز احد هذه الابراك. والحقيقة ان بورج الساعة مر بعدة اقتراحات لحد موصل لشكل حالي. وفي عام الفين وستاشر استقريت في مصر. وبلاد في العمل الحر. واستجابة الاشعار هي نعمل اللي رفع علينا الجليل للدكتور جودة محمد عوات. فمشاركة العادة من الدكات المهندسين والاستشارين ومكاتب هندسية دات خبرة كبيرة في المجال انشاءات والتشريبات. اتفاقنا على عمل عدة مبادرات. المبادرة الاولى شط بشاءاتك بساعة التكلفة. المبادرة التانية ابني شاءاتك بساعة التكلفة. وهتستفيد من اي عمل هيتم متابعته من خلال المجموعة من الدكاتة للمهندسين والاستشارين ومهندسين زاد خبرة كبيرة وبنفس ساعة التكلفة. وهيتم تنفيز المبادرة في عدة مناطب القاهرة والجيزة وستة اكتوبر والفيوم. ويوم بعد يوم هنزود الاماكن وكل التفاصيل هكون موجودة اسفل فيديو. وبنسبة للمشاعة الكبيرة فاحنا بنرحب بها وهننفزها في اي مكان في مصر. وكمان بنرحب بالتعاون مع اشركاتنا العربين اللي حابين اشتروا شواء في مصر ويشتبوه على التواصل الخليجي. فبنرحب بالتعاون مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات في الخليج العربي في مجال التواصل من الانشاء والمعماري. ولو حابين تعرفوا التفاصيل اكتر كلموني على الرقام الظهر امانكم. شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي ما كانش الناس تعرفوا عن النبي محمد ان هو كان افطاره صلى عليه وسلم شربة لبن او لبن رايب وتمرتين او ثلاثة. في الغدى بتاعه فتة او سريد وما تيسر من الخضر. وكان سلمان الفارسي يجمع الباقي لا الخضر الرجل والجرجير والبادونس وكده ويضاعها لرسول الله. حتى سميت مائدة النبي المائدة الخضراء. استدى الفقهاء والخطباء وبتوع الجوامع. ما يعرفوش الكلام ده. هو لك يا مره الهلال ثم الهلال ثلاثة اهلة ولا يوقض في بيت النبي نار. يعني يقعد طول عمره كده عنده سوء تغذية. عنده اناميا يعني. الناس بتتكلم كلام غريب. وحتى لما ما كانش يقعد ثلاث شهور من غير ما يوقض في بيتي ازواجي نار. ده مرة. لكن بعد كده بعد كده كانت له الفاتح والغنيمة وكان عنده طمر واترج. ومرة ادى طلحة قال له خد اترجة تفاحة. وكان عنده التفاح والطمر والطلح اللي هو الموز. وكان يرى انها سمار الجنة. ودايما سلمان الفارسي يجمع الخضراء. ها? ويقول نعمة النبات هي الرجلة. خضروات على اكل مائدة النبي. احنا ننسى الخضروات خالص. انما كان يأكله التمر والماء. يا راجل حرام عليك في وعدة عيش حياته كلها تمر وماء يا اخي. مرة يا اخي. وحتى لما سألوا السيدة عيش. فما كان طعامكم. قالت التمر والماء وما يهدى الينا من سريد ولبن. وحضرة النبي كان عنده قوضة كبيرة مليانة طمر. كان بيشترب العشر نخلات والعشرين نخلة. وكان اذا اهداه احد طمر او اهداه فاكهة او اهداه لحم. كان يرد الهدية بهدية. ولو لم ترد الهدية بهدية لصرت صدقة. النبي ما خدش حاجة ورجعها فاضية. احنا بنودي لجرينا طبق. يرجعونا الطبق مخصول ومتنظف. ما ينفعش هديلك طبقة ترجعه فاضي بس ما فيش مخ. يعني انا اديتك طبق مهلبية. هاتلي طبق زلابية. يعني اديتك طبق اه صلطة وعليها حتتين اللحمة. هاتلي طبق انت علي فرقتين حمامتين. لكن احنا بن بننظف الطبقة كويس ونقول الطبقة بتاعك والصواني. فاللي انا عايز اقوله انه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعامه طعامه الابرار طعامه الانبياء. وكان النبي يحب المشى في الاسواق. وكان هذا سنة الانبياء. وقالوا ما لهذا الرسول يأكله الطعام ويمشي في الاسواق. اللي بيحب النبي يمشي بالاسواق ويشوف الفكهة والخضر هو جاي. حديثه عهد بربي. انظروا الى ثمري اذا اثمر الكوسة والخضر والبدنجان والفكهة والبرتقان. انظروا الى ثمري متع نظرك باللي خلق ربنا. المهم ان الخضار والفكهة حديث وعهد بربيه لسه جاي فرش. الراجل جاب البرتقانة الفرش عين فيها الفيتامين سي لقى 250 ملي جرام في البرتقان. جاب برتقانة من السوبر ماركت وعين فيها الفيتامين سي لقى 50 ملي جرام. يعني كم? الخمس. فانت بتاكل ديت فود قاط شكله حلو بيلمع ومتلمع وكده. انظروا الى ثمري اذا اسمر الحديث الخضار والفكهة حديث وعهد نمر. علموا اولادكم البايع والشراء. علموا اولادكم وبناتكم البايع والشراء. نزلوا الناس في الاسواق تمشي. شيلوا تاكاتكم الشوارع يا جماعة. يا جماعة هنتكسح كده وجلنا امراض. القولون هيوقف مش هيشتغل تاني. قال لي ما لنبي يردوا. لطلو يا ابني فريق الاعداد. وانا هلاحي على المرضى في المستشفى واللي هاعد انا ما ما شوفش. انا ادوبة كلحة السرير. فالانا عايز اقوله يا جماعة ان فريق الاعداد بتاعنا. الناس محترمة. ربنا يبارك فيها. هما اللي بيردوا على سئلة الناس. لكن انا عايز الناس تنشر هذا العلم. اللي انا قلته ده مهم ولا مش مهم? يا جماعة اللي قلته مهم. الناس محتاجة تنظف القولون ولا لا? والله العظيم لو نضفت القولون نضفت المعدة. ونضفت الشعر. ونضفت المخ من الان ماس والزايمة. وضعف التركيز. لو نضفت القولون نضفت الازن والانف. لو نضفت القولون عليكت الانيميا اللي ما بتتعليجش. لو نضفت القولون وسعت اوعية القلب بدل ما يضحك عليك بأسطرة وضعامة. أسطرة وضعامة. هيدحك عليك وربنا. ولو عالكت القولون عالكت الاوعية المقفولة والغرغرينة. لو عالكت القولون نضفت الرقة. لو عالكت القولون نضفت الكيلة وكب. لو عالكت القولون نضفت الجلد من البقع ومن الهرش. لو حصوى العليجة القولون ونضفت المفاصل. والله العظيم في ناس نضفنا لها القولون المفاصل رجليها بدأت تنطلق لأن مصيبة القولون عندما يلتهب بيشوق جسم ونصين القولون عندما يلتهب بيشوق جسم ونصين. لو نضفت القولون ريحت نفسك وريحت اللي حواليك من الريحة الكريهة من العرب والشراب المعفَّم. وبشروا هذا العلم. اوصيلوا ارسلوا مقاطع من انا بقولوا ده لصحابكم. كل واحد في واحدة لعن captain في القولون واحد عند مشكلة في الكابد. في القلب اسطرة. عينة في الكلة. ابعتوا للناس بدل من الناس تتضمر. والله العظيم من غير ثقافة الناس هتتضمر. ابعتوا للناس الحقوهم. يعني ان كنتوا قد احسن في فضل يا ابو رحمتي. فبذلك فليفرحوا خانوا المجمعون. وان كنتوا قد اساء. فاستغفر الله وارجو ان تسامحوا.